لم تعد معاناة السودانيين مقتصرة على الحرب في بلادهم بل هناك الأمراض والأوبئة التي ضاعفت من حجم الأزمات المعيشية والطبية فما هي التفاصيل الجديدة؟ نقابة الأطباء في السودان تعلن أن حم الضنك والإسهال الحاد يشهدان ارتفاعا مغلقا في السودان نتيجة إغلاق مئة مستشفى بسبب الحرب ونتيجة للإغلاق توفي المئات وأصب الألاف من السودانيين خاصة في ولاية القضارف بسبب غياب الخدمات الطبية اللازمة للتعافي من هذا المرض لكن فئة الأكثر تضررا من الأمراض هم الأطفال والسبب في ذلك أن غالبيتهم يتلقون العلاج في المنازل وجزء قليل في المستشفيات وهو ما يرفع معدل الوفيات لغياب الخدمات الطبية الفعالة وتعرف حم الضنك بأنه مرض ينتقل عبر البعوض ويسبب ارتفاعا كبيرا في درجة حرارة الجسم ثم نزيفا ويمكنا يؤدي إلى الوفاة في حال عدم علاجه وفي هذا السياق الطبي سجلت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور 13 إصابة بالملاريا التي تنتقل عبر البعوض خلال أسبوع واحد لحسب وزارة الصحة ومع هذه المعاناة الطبية دعت هيئات طبية سودانية سكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب العدوى بعد خروج 80% من المرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة وتعود أسباب تفشي الأوبئة في السودان كل عام إلى موسم الأمطار لكن هذا العام أصبح أكثر فتكا بعد أكثر من خمسة أشهر من النزاع بين طرفي الأزمة ترجمة نانسي قنقر